بيدى فيلمنا في مدينة طاخيو تحديدا في شركة أبحاث متطورة جدا اسمها أمبريلا وبنعرف ان وقتها انتجر فيروس قضى على معظم سكان العالم وحولهم لزومبي وكل ده كان بسبب الأبحاث والتجارب اللي كانت بتعملها الشركة أمبريلا على البشر بنشوف بقى ساعتها مجموعة عساكر واقفين على حراسة الشركة بس فجأة بيظهر شخص مجهول وبيخلص على كل الحراس اللي موجودين على البوابة ساعتها بيوصل الخبر لألبرت الزعيم المسؤول عن إدارة الشركة فبيطلب الموظفين انهم يخرجوا بقى العساكر عشان يمسكوا المجرم ووقتها بيتحرك الجنود فعلا في اتجاه الباب الرئيسي وأول ما البوابة بتتفتح بتظهر بنت اسمها ألس وهي مسلحة وبتخلص على العساكر واحد وردتاني وبكل مهارة وبنعرف ان ألس عندها قوة خارقة بسبب مصل الفيروس اللي اتحقن بيه لدرجة انها بتضرب الأرض ضربة قوية جدا وبتخلص على بقى الجنود بالسبب قوة الضربة اللي بتعمل ضمار قوي جدا في المبنى وبعدها بتخرج ألس عشان تتأكد ان الكل مات لكنها بتضرب بالنار من بعيد وبتوع على الأرض ميتها بس فجأة بيظهر ثلاث نسخ كمان من أليكس وبيطلع ان اللي ماتت كمان كانت مجرد نسخة من ألس ساعتها بتبدأ النسخ دي تدمر في المبنى والجنود في محاولة انهم يقتحموا المكان ويقبضوا على رؤساء الشركة لحد ما واحدة منهم بتنجح انها توصل لألبرت وبتحاول تخلص عليه لكنه للأسف بيتربع بالنار وبيموتها وساعتها بيكتشف ان معاه قنبله وقربت تنفجر فبيعرب ألبرت بسرعة على طيارته الخاصة وساعتها بيفعل نظام التفجير الذاتي للشركة وده عشان تنفجر ويخلص على كل نسخ ألس اللي موجودة بما فيهم كمان مبنى الشركة بالكامل بعدها بينطلق ألبرت في طريق المقر الشركة التاني والمفاجأة بقى ان بتظهر له من ظهره نسخة ألس الحقيقية وبتحاول تخلص عليه بس ألبرت بيحقنها بمصل قوي جدا اللي بيخلص على كل خلايا الفيروس الموجودة في جسمها والخلايا دي بتكون مسؤولة عن قوتها الخارقة ساعتها بقى ألس بتحاول تضرابه بقوة ولكن ألبرت بيقدر هو يضرابها بقوة وبيطلع ان ألبرت حقن نفسه بمصل الزومبي عشان يكون عنده قوة خارقة وبيفضل ألبرت يضرب فيها لحد ما بيقرر يقدع عليها بس فجأة نظام الطيار الآلي بيتعطل والطيارة بتفقد توازنها لحد ما بتتصدم في جبل وبتنفجر بس من حصن الحظ ان ألس بتقدر تعيش بعد الانفجار لأنها كانت موجودة في الجزء الأخين من الطيارة بعد شهرين بقى بتكون ألس سيقة طيارة وفطريها لمدينة أركيديا اللي موجودة في مدينة ألاسكا وده عشان تروح تقابل فريقة اللي هرب هناك من أربع السنين وأول ما بتوصل بتكتشف ان المدينة مهجورة وما فيهاش أي حتى عيش فيها وبتبدأ ألس تدور على صحابها لكنها ما بتلاقيش غير طيارات مهجورة وبين عليها إنها ما اشتغلتش من سنين وبتشوف ألس طيارة فريقة اللي هربوا لمدينة بقيادة كلير صاحبتها فبتروح ألس عند الشاطئ وبتشغل الكاميرا عشان تسجل يومياتها عشان لو تعرضت لأي فقدان ذاكرة مؤقت تقدر تستعين بالتسجيلات ديت بس فجأة وأثناء ما هي بتسجل بتلاحظ إن حد عدة من وراها وبسرعة كبيرة فبتجري ألس وراها لكنها ما بتلاقيش حد وفجأة بيهجم شخص من وراها وبيضربها بس ألس بتتغلب عليه وبتوقع على الأرض وبتكتشف إن الشخص دوت يبقى كلير صاحبتها وبيكون فيه جهاز متوصل في جسمها على الشكل عن كبوت فبتربطها ألس في الطيارة وبتنتزع منها الجهاز لإنها بتفتكر إن شركة أمبريلا هي اللي صنعت الجهاز دوت وده عشان تسيطر بيه على بقى البشر اللي عايشين على العالم وما بتفوق كلير بتكون هادية جدا لكنها بتبقاش فاكرة أي حاجة حتى ألس ذات نفسها وبتكون مرعوبة جدا من ألس ولكن ألس بتطمنها لحد ما كلير بتهدأ وفي تاني يوم بتنطلق ألس هي وكلير بالطيارة عشان يدوروا على بقى سكان أركاديا المفقودين ومع الأسف ما بتلاقيش أي حد فبتروح على مدينة لوس أنجلوس اللي بتكون متضمرة بالكامل بسبب إن كل سكانها تقريبا اتحولوا الزومبي وبتفضل ألس طايرة فوق المدينة عشان تلاقي أي حد عايش لحد ما بتشوف رسالة استغاثة كبيرة مرسومة على سطح السجن في المدينة وبيكون حواليها ناس بيحاول يلفت ونظر الطيارة لفوقهم فبتكرر ألس تنزل على سطح المبنى على الرغم إن المكان مش أمان هائيا ومتحاوت بالزومبي في كل مكان وبعد معاناة كبيرة بتقدر تهبط على السطحة أخيرا وبتتكلم مع مجموعة اللي موجودة في السجن اللي بيكونوا كلهم سكان من المدينة وبيكونوا عايشين هنا من سنين من وقت انتشار الفيروس وساعتها بيسألوا ألس هو سكان أركاديا هم اللي بعتوكي عشان تنقلين على هناك بس ألس بتقولهم المدينة فاضية تماما وما كانش في حد عايش عليها غير بس كلير وهي كمان مش فاكرة أي حاجة فبتحس المجموعة بالإحباط قوي لأنهم طول الوقت كانوا مستنين حد يجالهم من أركاديا وده عشان يلحقهم وينقذهم لأنهم أخدين فكرة عن إن أركاديا هي السبيل الوحيد للنجاة واللي هيقدر ينقذهم فبتقولهم ألس المدينة فاضية تماما وكمان موجودة في ألاسكا وفي وسط التلج فبيستغرب شخص اسمه لوزر هو وصاحبه جون وبيعرفون إن أركاديا ديت تبقى سفينة عملاقة في وسط البحر وقريبة منهم وأنهم بيدوروا على أي طريقة عشان توصلهم للسفينة ديت لكنهم مش قادرين يروحوا بسبب إن السجن متحاوت بالزومبي في كل مكان ولكن ألس برضو ما بتصيخش في كلامهم لحد ما جون بيديها منظار وبيخليها تشوف السفينة من بعيد بنفسها وساعتها بتصدقهم فعلا وبتقول لهم إنهم أكيد بيدوروا على أشخاص ناجين من مدينة لوس أنجلوس وبتقول لهم لازم يتحركوا بسرعة في أقرب وقت ممكن قبل ما السفينة دي تفقد الأمل في إن حد عايش وبعدها هتبحر لمكان تاني المهم بعدها بتروح ألس تسأل كلير وبتقول لها هو أنت فاكرة أي حاجة وقت ما رحت الألاسكا فبتقول لها كلير إنها فاكرة لحد اليوم اللي هي وصلت فيه أول مرة للمدينة وساعتها شافت مراكب كتير جدة من بعيد لحد ما المراكب وصلت للشاطئ ونزل منها أشخاص وخدوا كل الناس اللي على المدينة ومن بعدها كلير مش فاكرة أي حاجة فبتتشتت ألس وبتحس إن الموضوع بقى معقد أكتر وأكتر بس برضو بتكرر تهدع عشان تفكر في حل وبتروح بعدها للمطعم اللي في السجن وساعتها بيعب معها لوسر وبنت تانية اسمها إنجي اللي بتسألها لو هي هتاخدهم بالطيارة بتاعتها وتوصلهم لحد السفينة بس ألس بتقول لها مع الأسف الطيارة ما بتشرش غير شخصين بس وفكرة الهبوط والإقلاع هتكون صعبة جداً حتى لو حاولت توصلهم لهناك كواحد ورد تاني لكنها برضو بتوعادها إنها تحاول تلاقي أي طريقة توصلهم لهناك بيها فبتقول لها إنجي في شخص معنا في السجن يعرف المكان بس اللوزر بيقطعها وبيقول لها سكوتي خالص فبتستغرب ألس وبتسأله هم مخبيين إيه بالزبط فبيضطر اللوزر إنه يصريحها بالحقيقة وبيقول لها إن في شخص اسمه كريس مسجوم معاهم والشخص ده بيقول إنه عارف مكان للهروب من هنا لكنه مش عاوز ينطق بالحقيقة إلا ما يخرجوه بس هم برضو مش واسقين فيه لكذا سبب فبتطلب منه ألس إنه يوديها للشخص ده وأول ما بتوصل بيسيبها لوسر وإنجي وبعدها بيمشوا ساعتها بقى ألس بتتكلم مع كريس وبتطلب منه يقول لها على الحقيقة وبتوعدوا إنها هتخرجوا من هنا فبيقول لها إنه كان من ضمن فريح الحراسة اللي على السجن ده قبل نهاية العالم لحد ما الفيروس وصل لأمريكا وكل حاجة حواليهم اتدمرت وساعتها تم إصدار قرار بتحرير كل الناس اللي في السجون وقتها بقى كان كريس مسؤول عن المهمة ديت بس المفاجأة بقى إن أول ما أبواب السجن اتفتحت المساجين عملوا انقلاب كبير على الحراس وخلصوا على معظمهم والباقي تم سجنه ويعتبر كريس دلوقتي هو الوحيد اللي عارف طريقة الخروج من هنا لكنه مش هيقول عليها إلا ما يخرجوه الأول لإنه مش واسق فيهم هل هم هيخدوا معاهم ولا لا فبتقول له أليس هحاول أتكلم مع الباقيين بخصوص الموضوع دول وبعدها بتسيبه وبتمشي المهم في طريق بتلحظ إن فيه شخص عمال يرقبها من بعيد فبتثبته بالسلاح اللي معاها وبتسأله بترقبني ليه وفجأة بيزهر من وراء زومبي وبتكون حركته سريعة جدا وبعدها بيخلص على الشخص اللي معاها فبيسحبه وبينزل من خلال فتحة موجودة في الأرض وساعتها بيتجمع الكل وبيستنتجوا إن الزومبي دخل من خلال فتحة الصرف لإنه عارف إن فيه بشر عايشين جوا السجن وبيطلع إن فيروس الزومبي بيفضل يتطور مع الوقت والزومبي بيبقى أسكى وأقوى بكتير قوي من الأول فبتقول لهم أليس إن فيه جاسوس وسطهم لإن كان فيه شخص بيرقبها لكنها ملحقتش تستجوبه لإنه مات وبتطلب منهم يخرجوا كريس من زنزانة بسرعة قبل مسافينة أركادية تتحرك وبكده هيعيشوا في السجن للأبد فبيقتنع الكل بكلامها وبيقرروا ينفذوه ساعتها بيبص كريس على كلير وبيكون واضح كده إنه عارفها وما بيتكلم معها بتضربه وبتقوله إنها ما تعرفوش فبيقول لها كريس إنه أصلاً أخوها وإنه ما يعرفش عنها حاجة من وقت انتشار المرض وساعتها بتوقفها أليس وبتخليها تسيبه وبتعرف كريس إنها بتعاني من فقدان مؤقت في الزاكرة وهتتعافى مع الوقت المهم بيجمع كريس الكل وبيقول لهم إنه فيه جاراج جواه دبابات حربية وده هتساعدهم يروحوا لحد السفينة العشاطق لإنها مصفحة بشكل كفاية بحيث إنها تقدر تحميهم من هجوم الزومبي وبعدها بيوديهم لحد الجاراج اللي فيه الدبابة بس مع الأسف الجاراج دوب بيكون مقفول بإفل إلكتروني وبيكون محتاج لوقت كبير لحد ما يتفتح ساعتها بيتطوع شخص اسمه بانت وبيقول إنه هيقدر يفتح الإفل فبيوافق كريس وبيمشي هو وألس وبيسيب جون وشخص تاني اسمه كامع بانت بحيث لو احتاج أي مساعدة وبعدها بيروح هو وألس وإنجي لمغزن الأسلحة السرية في السجن عشان يجيب أكبر كمية للأسلحة للناس اللي معاهم وبالتالي هيأمنوا نفسهم ضد الزومبي وبيكون المكان دو تحت الأرض وتحديدا من خلال مية الصرف فبينزلوا هما التلاتة وبيعوموا لحد ما بيوصلوا للمغزن بس مع الأسف بيظهر زومبي وبيسحب إنجي تحت المية وبيخلص عليها وبيظهر بعدها مجموعة كبيرة جدا من الزومبي بس بيقدر كريس وألس يهربوا لحد ما بيدخلوا جوال مغزن وبيقفلوا الباب عليهم في نفس الوقت بقى بيقدر بينت يفتح باب الجاراج وبيدخل جوه هو والفريق وفي نفس اللحظة بيتعرض السجن لهجوم الزومبي والمرة دي بقى بيكون معاهم كائن زومبي عملاق وبيكون في إيده فاس كبير بيحاول بيكسر الباب فبتحاول كلير هي والبقين إنه ميقفلوا الباب بأي طريقة أما بينت فبيوصل الدبابة وبيكتشف إن ما فيهاش أي بطارية فبيطلع مسدسه وبيخلص على جون وبيطلع إن بينت أصلا يبقى هو الخين الموجود وسطهم وبيروح بعدها الطيارة عشان يهرب بيها في نفس الوقت بقى بيوصل ألس وكريس للمكان بس بينت بيدرب عليهم نار وبعدها بيطير بالطيارة وفي نفس اللحظة بيتدمر باب السجن وللأسف بيدخل الزومبي بالمئات للمكان فبتقول لهم ألس اهربوا بسرعة للدور الأرضي من خلال الأسانسير وهي هتحرب الزومبي بنفسها فبيسمعوا كلامها وفعلا بيهربوا أما ألس بقى فبتخلص على الزومبي اللي قدامها واحد وراء الثاني ولكن أعدادهم بتكون كبيرة جدا فبتكرر تهرب لحد ما بتستدرجهم لمكان معين وساعتها بترمي قنبل على المبنى وبتنط بسرعة كبيرة من فوق وبتفضل مسكة بحبل بيوصلها للمبنى الثاني لكنها لما بتنزل على الأرض بتلاقي إن لسه فيه زومب كتير قدامها فبيظهر لها الوسر وبيخلص عليهم معاها لحد ما بيساعدها توصلهم وبعدها بيقفل الباب عليهم وقتها بقى بيقعد الكل يفكر في طريقة للهروب فبتقول لهم ألس ما قدامهمش حل غير النوم يهربوا من خلال الأنفاء لتحت الأرض لحد ما يوصلوا بعدها للمجاري لأن المجاري دي بتوصل البحر وبالتالي كده ممكن يروحوا للسفينة فبيقتنع الكل بكلامها وفعلا بينزلوا للأنفاء بس من سوء الحظ بيوصل الزومب العملاق وبيبدأ يهجم على ألس وبما إنها فقطت قوطها الخارقة فبالتالي ما بتقدرش تحربوا لوحدها لحد ما الزومب يدوب بيدربها ضربة قوية فبتوع ألس على الأرض وهي فقد الوعي فبتدخل كلير وبتحاول تخلص عليه بالسلاح لمعاها لكنه برضو ما بتقصرش وساعتها بتفوق ألس وبتدربه بطلقة في دناغه وبتقدر تموته بعدها بقى الكل بيكمل في طريقهم في الأنفاء لحد ما بيوصلوا لقنوات الصرف وفجأة بيظهر زومبي وبيصحب لوزر وبيخلص عليه فبينعر صحابه جدا من اللي حصل لكنهم برضو بيكرروا ويكملوا في طريقهم وما بيبقاش عايش دلوقتي بس غير ألس وكلير وكريس وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا للشاطئ فبياخدوا مركب بيوديهم لحد سفينة أركيديا وعلى سطح السفينة بيلاوا طيارة ألس اللي بنت هرب بيها فبيفهموا ان احتمال كبير قوي تكون السفينة دية تابعة لشركة أمبريلا لان بنت أصلا خاين بس الغريب برضو ان السفينة بيكون فاضية تماما وما فيش حد عايش عليها فبيروحوا لغرفة التحكم عشان يدوروا في السجلات وبيكتشفوا ان كل اللي على السفينة مشيوا من 3 ايام ومش فاضل لغير متين شخص بس هم اللي عايشين في قاع السفينة فبتروح ألس وصحابها للقاع وبيلاوا علامة لشركة أمبريلا فبيتأكدوا فعلا ان أركيديا دي كانت كتبة مش أكتر لكنهم ما بيهتموش وبيقرروا يفتحوا الباب والمفاجأة بقى انهم بيلاوا المتين شخص كلهم في أنابيب ثوبات مقفولة وبيتم عمل تجارب عليهم فبتحرر ألس واحدة منهم مسمها كي اللي أول ما بتخرج من الأنبوبة بتكون خايفة ومرعوبة جدا فبتطمنها كلير وبتطلب من ألس انها تروح وتحرر الباقيين بعد شوية بقى بتتصدم ألس جدا لما بتلاقي انه قدامها قلبك وبيطلع انه ما ماتش أصلا وقت انفجار الطيارة لان الفيروس اللي في جسمه ساعده انه يعيش لكنه كان محتاجي يأكل بشر كتير قوي عشان يقدر يتعافى وعشان كده عمل الكتبة بتاعت سفينة أركيديا عشان يلفت نظر الناس اللي لسه ما تأثروش بالفيروس وكمان عشان عارف انه ألس أكيد كانت هتيجي على السفينة خصوصا كمان انه عاوز يأكل ألس بالذات لان الحمد النووي اللي في جسمها قوي جدا وهيساعده يبقى أخوى بكتير بس ألس ما بتهتمش بكلامه وبتطلع أسلحتها عشان تخلص عليه بس بيجي لها بينت وبيثبتها بالمسدس وبيطلب منها ترمي الأسلحة فبتمثل عليه انها وافقت على كلامه لكنها أول ما بتلتفت بترمي سكاكين على ألبرت وبعدها بتضرب بينت ضربة قوية جدا بتفقده الوعي فبيدي ألبرت أمر للكلاب الزومبي بتوعه انهم يمسكوا ألس بس بيظهر من وراء ظهره كريس وكلير وهم معهم أسلحة ووقتها بيستخدم ألبرت قوته وبيتعارك معاهم لدرجة انه بيكون أسرع من طلقات الرصاص وبعد معركة قوية بيسحبهم ألبرت جواء نبيب الصبات وبينزلهم تحت الأرض وفي نفس الوقت بتقدر ألس تخلص على الكلبين الزومبي فبياجم عليها ألبرت عشان ياكلها لكنها بتغرز السكينة في دماغه فبيروح بنت وبيجيب السلاح من على الأرض لكنه بيتفاجئ بكي قدامه وبتاخد السلاح قبليه وبعدها بتضربه وفي نفس اللحظة بيفوق ألبرت وبيخرج من بقه أزرع شبع الأختبوت وبيحاول يسحب بيهم ألس لكنها برضو بتضربه بطلقة تانية في دماغه وبتوقعه على الأرض ومصاب وبيكون محتاج لوقت زيادة عشان يقدر يتعافى من اللي حصل وبعدها بتروح ألس وبتحرر كلير وكريس اللي أول ما بيخرجه بيفضل يضربه رصاص كتير جداً على جسم ألبرت لحد ما بيخلصه عليه وأخيراً بيخرج الكل من الغرفة وبيسيبه بنت مسجون جوه وبيقفله الباب عليه وساعتها بيفوق ألبرت من الموت وبيأكل بنته وبعدها بيهرب عن طريق الطيارة بتاعته وفي الوقت داوب بيفعل الكمبيلة اللي موجودة عن مركب عشان يفجرها لكنه بيتفاجئ إن ألس خبته كومبيلة دي أصلاً جوه طيارته لأنها كانت عارفة إنه هيهرب بنفس الطريقة وساعتها بتنفجر الطيارة بألبرت في السماء وبتروح ألس هي وصحابها وبيحرروا متين شخص اللي كانوا في حالة الصبات وفي نفس اللحظة بنشوف إن لوزر لسه عايش وبيطلع النهرب من الزومبي لكنه ما بيلاقيش أي حد من صحابه أما بقى ألس فبتتكلم في المايكروفون وبتبلغ كل العسفينة إنهم يدوروا على المدينة قريبة ويبدأوا يعمروها بحيث يعني إنهم يقدروا يعيشوا فيها بس مع الأسف بتيجي مئات الطيارات الحربية اللي تبع الشركة أمبريلا وبتحجم على سفينة أركيديا عشان يقدوا على كل اللي عليها وبيخلص الفيلم هاللخص النهاردة مع بعض فيلم الساوز باون اللي بيحكي عن شياطين بتظهر على الأرض عشان تحاقب المجرمين وتخلص عليهم بيبدأ بقى فيلمنا باتنين صحاب اسمهم جاك وميتش وهم راكبين عربية وبيبان إنهم مصابين وهربانين من حاجة فبيسوق جاك العربية في سرعة كبيرة قوي وبيكون خايف جدا في نفس الوقت بقى بيقعب ميتش يتفرج على صورة بنته كاثرين اللي ماتت من فترة وده بسبب إنها كانت مريضة وبيزعل عليها قوي فبيطلع عليهم النهار وبيكونوا لسه في الطريق فبيتصدم ميتش أما بيشوف كائن شكله غريب قوي ماشي وراهم وبنعرف إن الكائن دوت هو اللي كان بيطردهم وعشان كده كانوا خايفين وبيهربوا منه فبيكرر ميتش إنه مش هيقول لجاك إنه شاف الكائن عشان ما يتوترش ويعمل بيهم حادثة بعد شوية بقى بيروحوا الكافيه عشان ينظفوا الدم اللي عليهم بس الموظفة اللي هناك بتمنعهم وبتعرفوا من الكافيه بيقعد فيه زباين ما كانوا بس وإنه مش مسموح لأي حد غريب إنه يدخلوا فبيديها جاك فلوس رشوة عشان تخليهم يدخلوا وفعلا بيدخلهم وبيروح ينظفوا الدم اللي علي جسمهم في الحمام وفجأة بيظهر جسم خافي ورا جاك وبيحاول يخنقوا باللبس بتاعه بس جاك بيقدر يغرب منه في نفس الوقت بقى بيكون ميتش قاعد مستني جاك وفجأة بيحس بزلزال وبيخاف جدا وبيستغرب أما بيلاقي الترابيزة اللي قاعد عليها هي الوحيدة اللي بتتهز وبيكون الناس اللي في المكان مش حاسين بأي حاجة وقتها بقى بيروح له جاك وبياخدوا عشان يمشوا لكنهم بيلاقوا الكائنات الغريبة دي قدامهم فبيركبوا العربية بسرعة وبيحاولوا يهربوا من المكان لكنهم بيتفاجوا إنهم رجعوا تاني قدام نفس الكافية اللي كانوا قاعدين فيه قبل كده وبيستغربوا جدا ما اللي بيحصل فبيحاولوا بعدها إنهم يهربوا تاني لكنهم بيكونوا في دوامة وما بيعرفوش يخرجوا منها في الوقت دو بيقرر ميتش إنه مش هيهرب عشان يشوف الكائنات دي يطر عايزة منهم إيه ساعتها بيتحصب عليه جاك وبيعرفو إن الكائنات هتخلص عليهم ونهم مينفعش يستسلموا بسهولة بس ميتش بيصامم على كلامه وما بيرضاش يهرب معاه ساعتها بيركب جاك العربية لوحده وبيحاول يهرب بس بيظهر كائن قدامه وبيسحبه من العربية وبعدها بيخلص عليه بطريقة بشعة فبيتصدم ميتش جدا من اللي حصل وبيكون مستنى الكائن دوت ييجي ويخلص عليها وكمان لكنهم بيسيبوه وبيمشو بعد شوية بقى بيرجع ميتش لبيته وبيتفاجئ إن فيه أكثر من كائن موجودين قدام البيت فبيخاف جدا وبيكرر يتجهلهم وبيدخل لبيته بعد شوية بقى بيسمع صوب بنته كاثرين اللي ماتت فبيفرح قوي وبيروح يدور عليها وبيشوفها قدامه وبيروح عشان يحضنها لكنها بتجري منه فبيفضل يجري وراها وبيتصدم أما بيلاقي إن الموقف دوت بيتكرر كل شوية وإن بنته بتظهر قدامه وبتفضل تندع عليه وبيكونش فاهم هو إيه اللي بيحصل بالزبط وبينهرم العياد وقتها بنشوف كائن واقف ومستنيه في البيت عشان يخلص عليه وبنعرف إنه كان بيعمل معاه كده عشان يعزبه في الأول ويخليه حس بالقلم في تاني يوم بقى بنشوف تلعب بنات صحاب قاعدين في فندس وبيكون اسمهم ليا وهانا وإيفا وبنعرف إنهم فرقة موسيقية وعندهم حفلة في مدينة لوس أنجلوس عشان كده بيجهزوا نفسهم وبياخدوا الشاحنة بتاعتهم وبيتحركوا عن مدينة المهم في الطريق بيقفوا وبيفضل يتصوروا مع الجبال وبيكونوا مبسوطين جدا ومستمتعين بوقتهم وفرحتهم الكبيرة إنه ما يروحوا للوس أنجلوس بعد ما غابوا عنها فترة كبيرة قوي بس بعد شوية بتتخرم إطارات الشاحنة اللي معاهم فبيتدايوا قوي وبتتعصب هانا على إيفا بسبب إنها ثابت الإطارات البديلة في البيت بحجة إنها تلاقي مساحة تحط فيها شنطها وبتكرر هانا إنها تتصل على خدمة الطرق عشان تساعدهم لكنهم للأسف ما بيكونواش عارفين موقعهم فين أصلا فبتحاول إيفا إنها تدور على موقعهم على الإنترنت لكنها مش بتلاقيه وما بتتصل هانا على خدمة الطرق بتتصل عليها موظفة وبتطلب منها تمشي الآرب مدينة وتتصل عليهم من هناك عشان يقدروا يحددوا موقعهم فبيعودوا على الطريق وبيستنوا عربية تعدي عشان توصلهم لأنهم مش عارفين أصلا آرب مدينة بعيدة عنهم قد إيه وفعلا بعد شوية بتعد عربية وبيكون فيها رجل ومراته فبيوقفهم البنات وبيسألهم عن آرب مدينة فبيقول لهم ميه الصاحب العربية إن آرب مدينة بعيدة عنهم أربع ساعات فبيعرض عليهم يوصلهم لكنهم كده بيبوا قلقانين منهم وبيعرفهم إنهم ما يعودوا يستنوا خدمة الطرق ساعتها بقى بيفتكر ميز إن صديقه مايك عنده شاحنة فيها نفس الإطراب بتهت شاحنة البنات وبيقول لهم أنت ممكن تروحوا معايا دلوقتي عشان تاخدوا الإطراب بس لي بتكون مصممة إنها ما تروحش معاهم وبتخليهم يمشوا في نفس اللحظة دي بتنده هنا عليهم وبتكون خايفة إنهم يعودوا على الطريق لوحدهم فبتركب معاهم وبيكونش بقى البنات عاوزين يسيبوها لوحدها فبيضطرهم ما كمان يروحوا معاها المهمة في الطريق بتشوف هانا فخ في شنطة العربية وبتستغرب قوي وما بتسأل ميز عنه بيعرف إنهم بيستخدموه عشان يستعدوا بيه الحيوانات وبعد شوية بيوصلوا معاهم للبيت فبتخدوا ماجي مرات ميز لقطة ضيوف وبتطلب منهم يعودوا يرتاحوا من الطريق وبتعرفوا من مايك وعائلته معزومين عندهم على العشاء بالليل وإنه هيجيب إطار الشاحنة معاها وبتطلب منهم ينضم اليوم على العشاء وفعلا البنات بتوافت بعدها بقى بتكون إيفا عايزة تنام بس ليا بتكون خايفة من ميز وماجي وبتمنعها بالليل بقى بيوصل مايك وعائلته وبينضمونهم البنات وبتحط ماجي قدامهم لحمة شكلها غريب قوي فبترفض ليا إنها تاكل من اللحمة في نفس الوقت بتتكلم إيفا مع مايك وبتسألوا عن إطار الشاحنة فبيطمنوا وبيقول لها إن ولادها يخلصوا أكل وهيروحوا للشاحنة بتاعتهم عشان يسلحوها وبيطلب منهم إيقضوا الليل معاهم وبكرة يتحركوا وفعلا البنات بتوافق وقتها بتلاحظ ليا إن ولاده بيتصرفوا بطريقة غريبة قوي وبتسأل مايك عنهم فبيقول لها إنه بناهم وهم صغيرين وعلمهم عن انضباط وتنفيذ الأوامر عشان كده ممكن يلاحظوا إن تصرفاتهم غريبة شوية وبعد ما بيخلص العشا بيروحوا البنات للقوضة بتاعتهم وبتقعد ليا تدور في المكان وبتستغرب جدا أما بتلاقي سكينة في دلاب الهدوم وطبعا بتكون قلقنا جدا على عكس هانا وإيفا اللي بيكونوا مبسطين وشايفين إنهم عيلة طيبة والعيلة ديت عايزين يساعدهم مش أكتر في اللحظة دي بتتكلم هانا مع ليا عن صديقتهم الرابع أليكس اللي ماتت من فترة وبتقول لها إنها السبب في موتها فبتستغرب ليا جدا إن هانا فتحت الموضوع دا دلوقتي وبنعرف إن في يوم الأيام ليا تخانقت مع أليكس وطردتها من البيت ساعتها أليكس كانت ماشية في الطريق وبتعيط وفجأة خبطتها عربية وماتت ومن وقتها ليا حاسة بالزنب جدا وبتحاول تنسى اللي حصل المهم وقتها بتخرج مادة لونها اسوب من بقها هنا وبتفضل تتقلم فبتخاف ليا عليها جدا وبتروح لإيفا عشان تطلب منها المساعدة لكنها بتتصدم أما بتلاقي نفس المادة السودة بتخرج من بقها يا كمان وبتتأكد إن كان في حاجة في اللحمة اللي هم أكلوها فبتخرج بسرعة من الأوضة وبتطلب من ميز ومايك إنهم يساعدوها ويطلبوا الإسعاف وبتسألهم كمان عن نوع اللحمة اللي أكلوها لكنهم بيتجهلوا كلامها وما بيردوش عليها وبيروح ميز وبيديهم مشروب غريب فبتستغرب ليا أما بتلاقي إن حالتهم عملة بتتحسن بسرعة وبتوقع تتكلم معاهم وبتلعز ان تصرفاتهم وطريق كلامهم بقت غريبة قوي وكأن فيه شخص هو المتحكم فيهم وبتطلب ليا منهم يجهزوا حاجاتهم عشان يمشوا لكنهم بيرفضوا وبيروح يناموا بعدها بقى بتقعد ليا وبتتفرج على صورها مع صديقتها أليكس وبتفتكر ذكرياتهم مع بعض وبتبقى زعلانة عليها جدا وفي الوقت تدوب بتبص من الشباك وبتتصدم أما بتلاقي ولاد مايك وقفين قدامها فبتخاف جدا لإنهم عملين بيرقبوها فبتروح وبتاخد السكينة اللي لقيتها في الدولاب وبتقعد تستنى النهار يطلع عشان يمشوا المهم بعد شوية بتنام ليا غصب عنها فبتحلم بصديقتها أليكس واللي بتتكلم معاها وبتحملها زن بموتها فبتصح ليا مفزوعة من النوم وبتتصدم أما بتلاقيش هانا وإيفا في القوضة فبتبص من الشباك وبتشوفهم وما ماشيين مع ميز ومايك للغابة وبتستغرب قوي صاعتها بتروح وراهم وبتلاقيهم لبسين لبس غريب وبيعملوا تقوس عبادة الشياطين فبتتصدم أما بتعرف أنهم يقدموا إيفا وهانا تطحية للشياطين وفجأة بتدوس ليه على فخة بالغلط وبيسمع ميز صوتها وبيطلب من إيفا وهانا أنهم يخلصوا عليها وفعلاً بينفزوا كلامها وبيروحوا لمكانها وبيكونوا على وشق خلاص أنهم يموتوها بس ليه بتضربهم وبتقدر تحرر نفسها وبتهرب وبعد شوية بتوصل لمستودع عديم وبتستخبى جواه بس فجأة بتظهر أليكس من وراها وبيكون شكلها غريب قوي فبتخاف منها ليه جداً وبتفضل تجري لحد ما بتلاقي عربية بتقرب عليها فبتقف قدامها وبتفضل تشوار لها بس لوكس بيكون هو السائق العربية وبيكون ماسك تليفونه وبيتكلم مع امراته وبيخبطها بالغلط وبيكون عاوز يسيبها ويهرب لكنه ما بيقدرش فبيروح وبيلاقيها لسه عيشة وبيكرر يساعدها فبيتصل على إسعاف وبترد عليه موظفة وبتسأله عن مكانه بس لوكس بيقولها انه ما يعرفش موقعه فبتطلب منه موظفة انه ياخد ليه في عربيته ويتحرك على أقرب مدينة وفعلاً لوكس بيوافق بعد شوية بقى بيوصل لوكس للمدينة وبتوصف له موظفة مكان مستشفى وبيتحرك عليه وبيستغرب لوكس جداً أما بيلاقي ان المدينة دي فاضية تماماً وما فاش أي حد المهم بعد شوية بيوصل للمستشفى وبيفضل يندع على حد يساعده بس المكان بيكون فاضي تماماً ساعته بتطلب منه موظفة ياخد ليه اللي قضت العمليات فوراً ويحاول يوقف النزيف ده بنفسه فبيخاف لوكس جداً من الموضوع لكنه بيكرر انه ينفس كلام موظفة وفعلاً بيحاول يوقف النزيف بس لها بتفضل تتقلم وما بتقدرش تتنفس فبتطلب منه موظفة انه يدخل أنبوبة طبية في بقاها عشان يساعدها انها تاخد نفسها فبينفز لوكس كلامها ولكن للأسف حالتها بتسوق أكتر وأكتر وبيخاف لوكس انها تموت في الوقت دوا بيكلم معاه شخص بدل الموظفة وبيفهمه انه جراح متخصص وبيعرفه ان ليه خلاص على وشك انها تموت ولازم يعمل لها عملية فوراً عشان تقدر تتنفس فبيضطر لوكس انه يسمع كلامه وفعلاً بيبدأ يعمل عملية ولكن ليه بتفرق الحياة وبينهار من الزعر عليها في اللحظة دية بيسمع لوكس صوت الموظفة والجراح اللي كانوا بيكلموه وبيكونوا قاعدين يضحكوا عليه فبيتأكد اصلاً انهم مش دكاترة وانهم خلوه يخلص عليها المهم بيروح لوكس عشان يمشي من مستشفى لكنه بيتصدم اما بيلاي نفسه محبوس فيها والبواب كلها مقفولة وبعد شوية بيقعد لوكس وبيستنى ان حد يجي يساعده وفي الوقت دواب بتتصل مراته عليه وبيتصدم مما بيرد وبيدعي الموظفة هيا اللي بتكلمه وبتطلب منه يحكي لها الحدث حصلت ازاي فبيعرفها ان الدنيا كانت ضلمة تماماً وانه كان ماشي على طريق سريع وما كانش متوقع ان شخص يظهر قدامه فبتطلب منه معظفة يمشي من مستشفى ويرجع لمراته وبتوعده كمان انها مش هتحكي لحد على اللي حصل فبيستغرب لوكس من كلامها وبيكون خايف انها تغدعه تاني وبينهي المكالمة بعد شوية بقى بيروح وبيغطي الجثة وبيلاي لبسه في دلم المستشفى فبيلبسه وبيمشي من مكان وبيروح بعدها عشان ياخد عربيته لكنه بيلاقيها متضمارة وبيتصدم اما بيلاقي عربية زي بتاعته بالظبط موجودة في المكان فبيشغالها بالمفتاح اللي معاه وبعدها بيمشي وفي الوقت دوب بنشوف المعظفة اللي كانت بتتكلم معاه وبتكون خارجة من كبينة تليفون عمومة في الشارع وبتروح تقب مع صحابها في بار وبتحكي لهم على اللي حصل واثناء كلامة معاهم بيغطاحم شخص اسمه داني المكان وكمان بيكون ماسك في ايده سلاح فبيبدأ يسألهم عن اخته جيسي اللي اختفت من سنة لان في ناس شافتها معاهم قبل ما تختفي وفجأة بيتعصب شخص منهم وبتطلع في ايده مخالب وبيجراحه في ظهره فبيلف داني بسرعة وبيصيبه بطلقة بتقطع له دراعه فبيفضل يتقلم وبيطلع اصوات غريبة وبنعرف اصلا ان كل اللي في المكان دول شياطين وانهم جايين من الجحيم عشان يعاقبوا المجرمين ويعاقبوا كمان الناس اللي ارتكبت معاصي وزنوب وبيكونوا متنكرين في شكل البشر عشان يقدروا يختلطوا وسطهم ويقنعهم بقى يعملوا زنوب وبعدها يعاقبوهم وبنكتشف اصلا ان كل الاشخاص اللي ماتوا دول كانوا عاملين جرائم وعشان كده الشيطان عاقبهم وخلص عليهم المهم في الوقت دوا بيتكلم الشيطان منهم معاه وبيقوله ان يعرف مكان اخته وبياخدوا ليها بعد شوية بقى بيوصلوا لمستودع وبيكون مليان ناس شكلهم غريب قوي وبيفرح داني جدا اما بيشوف ان جيسي قدامه لانه بيدور عليها من 13 سنة وبيكون عاوز ياخدها ويمشو بس الشيطان بيدربه وبيكسر له رجله وبيكون داني على وشك انه يصيبه بس جيسي بتوقف قدامه وبتمنعه وبتتكلم معاه وبتعرفه انها حب المكان دوت ومش هتمشي معاه ساعتها بيفضل الشيطان يضحك عليه فبيتعصب داني وبيصيبه في طالق افراسه وبعدها بياخد جيسي غزب عنها وبيمشي المهم في الطريق بتتعطى العربية بيهم وبتتكلم جيسي معاه وبتعرفه انها دلوقتي في المكان اللي تستحقه وانها لازم تتعاقب على كل العملاته وبنعرف ان جيسي خلصت على ممع وابوها وهي صغيرة وداني كمان هو اللي ساعدها عشان كده الشياطين عقبوها وحبسوها فبيقول لها داني انه ما يرجعوا يعيشوا مع بعض من تاني وهيستمتوها بحياتهم بقى زي زمان بس فجأة بيهجموا عليه مجموعة من الجن وبيموتوه والجيسي وقتها ما بترضاش تساعده لانه لازم يتعاقب على اللي عمله ها كمان وبعدها بتاخد العربية وبتمشي وقبل كام يوم بنشوف عائلة وهم رايحين يعودوا في فندق فبيعجبهم مكان الفندق جدا وفي الوقت تدوب بيخبط شخص على الباب وما بيروح الاب بوب بيشوف مين ما بيلاقيش اي حد وفجأة بيسمع صوت خبط تاني فبيخاف جدا وبيطلب من مراته جين انها ببلغ الشرطة فبتنفذ جين كلامه وبتتصل عليهم وبتديلهم العنوان وفي اللحظة دي بيشوف بوب شخص لابس قناع قدامه فبيخاف جدا وبياخد بنته دانا ومراته جين عشان يهربوا بس بيظهر شخص مقنع تاني قدامهم وبعدها بيحصرهم ساعتها بتقدر دانا انها تهرب وبتروح تستخدف الدولاب وفي نفس الوقت بيهجموا العصابة على بوب وجين وبيفقدوهم الوعي وبعد شوية بيفوقوا وبيكونوا خايفين جدا ساعتها بيطلع شخص من العصابة صورة لكاثرين وبنعرف ان الاشخاص المقنعين دول هم جاك وميتش وبنكتشف ان بوب هو الدكتور اللي كان سبب في موت كاثرين عشان كده ميتش قرر ان ينطاقم منه في اللحظة دي بيفضل بوب يعتذر له وبيعرض عليه مبلغ كبير مقابل ان يسيبه هو وعيلته بس ميتش بيرفض وفي اللحظة دي بيهجم جاك على جين فبيكتم نفسها لحد ما بتموت وبينهار بوب من الزعل عليها هو وقتها بتشوف دينا الشخص من العصابة واقف لوحده فبتروح وبتتعانب اداة حدة وبتفقده الوعي فبيشوفها ميتش وبيتكلم معها وبيعرف انه مش عاوز يقزيها وبيطلب منها انها تمشي فورا من المكان فبتخاف دينا وبتسمع كلامه وبتهرب بعدها بياخد ميتش سكينة وبيفضل يطعم بوب بيها وبيخلص عليه وفجأة بترجع دينا من تاني وبتكون عايزة تنقذ علتها فبتمسك خشبة وبتضربهم بيها وما بيحاول جاك يخلص عليها بتتعانب اداة حدة وبتهرب منه بس للأسف ميتش بيظهر قدامها وبيخلص عليها في الوقت دوب بتبدأ الكائنات الغريبة تخرج من تحت الارض وبنعرف انهم جايين من الجحيم عشان يعقبوهم على الجريمة البشعة اللي هم عملوها وبيتصدم ميتش و جاك اما بيشوفوا الكائن دوب بيخرج من بطن دانا فبيحاولوا انهم يهربوا بس الكائن دوب بيمسك صديقهم التالت وبيسحبوا تحت الارض وبيقدر ميتش و جاك ياخدوا عربيتهم وبيهربوا من مكان المهم في طريق بيظهر قدامهم واحد من الكائنات دية فبيخافوا جدا وبيكونوش فاهمين هو اللي بيحصل بالزبط ساعتها جاك بيزود سرعته فبيخبط في الكائن وبيخلص عليه وبنعرف ان الكائنات موتوه بالطريقة البشعة دية عشان يعقبوها اللي عملو وعلامات الكائن اللي داسه بعربيتو وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعملي لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة اعملت قناة تانية وسميتها اوفردوز افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة